المعهد العالي للتجارة والإدارة وشؤون الهندسة نظمت مساء أمس بداخل المعهد احتفالا بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس المعهد تزامنا مع يوم الطلاب والمرأة تقرير محمد عثمان بشير مرة أخرى إحياء للذكرى الخمسة عشر من تأسيس المحد العالي للتجارة وإدارة العامة لإسكام وقيمت هذه الأمسية الطلابية الثقافية بغرض تجسيد مفهوم الطالب المثالي ودور المعلم والإدارة في التكوين الكادر البشري القادر على المساهمة الفعلية في العملية التنموية بالبلاد كلمات عدة شهدتها هذه الأمسية الثقافية تعبر جلها عن مفهوم الطالب المثالي وكذا الطرق المناسبة التي تتماشى مع سوق العمل المحلي إلا أن المدير العام للماحة محمد نور إبراهيم دوتوم فقد صرد أبرز الإنجازات التي قامت به مؤسسته في تكوين الكادر البشري في مختلف المجالات الاجتماعية وسوق العمل أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار ما في تقدم ما في تطور إلا بالعلم التنمية بالعلم والتقدم بالعلم العلم يرفع بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيت العز والشرف لذلك أتمنى إن شاء الله لطلاب والطالبات الاجتهاد لأننا بلدنا شاك ما تتقدم إلا بالعلم ودائما الرئيس يعني دائما يقول النساء لازم دائما يكون يعني يعمل في الجدارة ويعمل في البلد وهذا العمل ما ممكن يتبقى إلا بالعلم وانتهت هذه المناسبة بأرض المكتبة تنفيذي لاتحاد طلاب وكذا توزيع كعاكة الذكرى السنوية الخمسة عشر للماحة